موسيقى بعد عودته من فرنسا عام 92 عامل مدرس للقانون الدولي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر كما انه يدرس بقسم الدراسات الاسلامية باللغة الفرنسية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الازهر لا تكن عن العمل الا لله تعالى حضرتك وصلت لفرنسا كنت عايش ازاي ومع مين احكالنا عن تفاصيل حياتك انا والله طبعا انا نزلت في حاجة اسمها المدينة الجماعية هناك نعم في بداية الامر يعني بعدة سنوات وبعد كده انتقلت الى ساكن خاص الواحد بقى حسن وكبر شواء على المدينة الجماعية نعم ويعني طلبة الصغيرين والشباب بقى راحت حسن من كده فاتنقلت بعد كده في ساكن خاص كانت المدينة الجماعية معظمهم غير يعني غير فرنساويين ولا لا المدينة الجماعية طبعا فيها طبعا فرنسيين كتير وفيها اوروبيين من دول اخرى وفيها افارقة وفيها من كل دول العالم يعني المدينة الجماعية هناك فيها من كل دول العالم مختلطة طبعا البنات والصبيان والمكتبة والجمعة والاكل وكل حاجة ايه مدينة ايه اكتر حاجة عجبت حضرتك في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية لغة ادب وفلسفة نعم ففيها عمق الفلسفة والادب وفيها ريحة من اللغة العربية في الادب والفلسفة طب احنا عادين في الزاوية ممكن حضرتك تقول لنا بقى كلام باللغة الفرنسية حكمة مشهورة مثل حاجة كده بقيت في الزاكرة لكن فيها معنى البرت كامي فيلسوف نعم بيقول لان رسالتك في الارهاب الدولي نعم الترجمة العرب قولي عني ان الارهاب بدأ من اليوم الذي قرر فيه الانسان ان يتولى ادارة الحياة بمعازل عن الاله بالفرنسي نعم دا مقليس نجامي دانسي ميكي سو لبي دا مقليس عمر مرأس جيداً الا تحت وطأة السيف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة